اشتركوا في القناة الصحة تدعو لتعجيل سفر المواطنين والمقيمين إلى دول سجلت إصابات بكورونا المستجد إيقاف الرحلات الجوية الكويتية ونقل الأفراد بحرا من وإلى إيران بسبب تفشي كورونا عجلة الإنتاج تنطلق في الخفج المشتركة وارتفاع وطيرة العمل بشكل تدريجي الصالح يوجه بالإفراج عن موقفية شرطة ضباطيا بمناسبة الأعياد الوطنية محافظ حوالي يكرم الفائزين بجائزة التمييز لهذا العام ويهنئ القيادة بالأعياد الوطنية وفي النشرة هيئة القصر والصناعة تحت فلان بالأعياد وأهالي صباح السالم يدشنون حديقتهم على واقع استمرار تفشي فارس كورونا المستجد في دول جديدة دعت وزارة الصحة الكويتية المواطنين والمقيمين لتأجيل السفر في الوقت الراهن وحتى إشعار آخر إلى الدول التي رصدت فيها حالات مؤكدة من الإصابة بفارس كورونا المستجد كما دعت الصحة المواطنين المتواجدين في تلك الدول إلى مغادرتها والعودة للبلاد حفاظا على صحتهم وسلامتهم هابت الصحة بالمواطنين والمقيمين الذين قدموا للبلاد خلال الأسبوعين الماضيين من دول تم الإعلان فيها عن ظهور كورونا إلى ضرورة الاتصال بها عبر الخط الساخن للوزارة وقد أوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب تفشي فيروس كورونا وخصوصا في أماكن التجمعات مثل مدينتي قم ومشهد وفي موازات ذلك أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا حتى إشعار آخر بغية تحاشي أي احتمالية لانتقال المرض بين الركاب وقد أكدت مصادر مطلعة للرأي أنه لا تغيير في الإجراءات الاحترازية المطبقة في المنافذ الجوية في الوقت الراهن للقادمين من لبنان بعد الإعلان عن حالة إصابة لمواطنة لبنانية قادمة من إيران كذلك نفت الوزارة صحة ما تم تدوله عبر تسجيل صوتي يوفيد على غير الحقيقة بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا في مستشفى الجهراء مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في الكويت وقد رجح بعض أصحاب حملات السفر وجود ما يزيد على 700 مواطن كويتي في مدينة مشهد و200 في مدينتي قم وطهران كما دعوا وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات عاجلة لعودة زوار العتبات المقدسة إلى الوطن بدورها دعت سفارة الكويت لدى طهران جميع المواطنين الكويتين الموجودين في إيران وبحاجة للمساعدة إلى التواصل معها وأوضحت السفارة أنها أنشأت مكتبا لها في مدينة مشهد وذلك بدءا من مساء اليوم الجمعة للوقوف على احتياجات المواطنين الكويتين الموجودين هناك وتسهيل أمورهم إلى ذلك قال النأب صلاح خرشد أن وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر وعد بالعمل على إعادة المواطنين من إيران وذلك بعد توقف الرحلات الجوية بسبب ظهور فيروس كورونا وقال خرشد لقد تم التواصل مع معالي وزير الخارجية حول عودة المواطنين العالقين هناك وإذ نشكر تفهمه حول هذا الجانب فأنه قد وعد بإرسال القائم بالأعمال في سفارتنا في طهران إلى منطقة مشهد وباقي المناطق الأخرى الإيرانية لترتيب عودة المواطنين هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة شخصين من أصل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران ترتفع بذلك الحصيل إلى أربع وفيات كذلك أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تشخيص حالتين جديدتين للمرضى فيما أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس كما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين إلى 2233 حالة على الأقل بعدما سجلت مقاطعة هوبي بؤرة الوباء في وسط البلاد مائة وخمسة عشر حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة وفي سياق مختلف علمت تارى أن عمليات الخفج المشتركة بدأت اليوم أولى خطوات عودة الإنتاج حيث قالت مصادر مطلعة أن العمليات تبدأ تدريجيا لحين الوصول للأهداف مؤكدة أن هناك مراحل والأهم سيكون لأمن وسلامة العمليات ومن ثم بلوغ الأهداف وأوضحة المصادر أن العمليات بدأت والمستهدف بلوغ نحو 50 ألف برميل يوم الأحد المقبل مبينة أن ارتفاع الإنتاج سيكون تدريجيا بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير أصدر وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أن القرار جاء بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح تواصلت فعاليات مهرجان حن لها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير في حديقة الشهيد والذي أطلقه مكتب الشهيد تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أدى وحذر فعاليات المهرجان في يومه الثاني وزير شؤون الديوان الأمري رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد الشيخ علي الجراح حيث قام بجولة تم خلالها عرض فيلمين وثائقيين عن تاريخ النفط وتصديره وفيلم آخر عن شهداء الكويت كما اطلع خلالها على جدارية شهداء الكويت وأعمال الجهات المشاركة في المهرجان جريا على عادتها سنوية أقامت محافظة حولي حفلة جائزة التمييز لعام 2020 في فندق ريجنسي ذلك تزامنا مع الاحتفالات الوطنية وهنأ محافظ حولي الشيخ أحمد نواف الأحمد القيادة السياسية والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية متمنيا دوام الأمن والأمان للوطن كما كرم النواف المتميزين خلال العام الحالي من عسكريين وأودباء وشعراء وكتاب ورياضيين حققوا إنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي محافظة حولي كعادتها في كل سنة أن تقوم بتكريم أبنائها من جميع الفئات أبنائها الكويت ما قصرت عطت الكثير 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 لأبنائها وبالتالي جاء دور أبناء الكويت أنهم يقدمون ولو جزء بسيط لهذه الدولة اللي أعطتهم الكثير والكثير والكثير وبالتالي واجب علينا كمحافظة حولي وكوني أنا واحد من الأشخاص العسكريين أن أكرم منهم من جميع الفئات أنينا عسكريين فنانين رياضيين أدب شعر ديكاترة مخترعين هؤلاء الكويتين كلهم يستحقون التكريم من غبلنا كمسؤولين وبالتالي محافظة حولي لن تقف بل سوى تستمر مع السنوات الغاضمة بتكريم أبنائها وهذا جزء بسيط تقوم به محافظة حولي أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة حمد البرجس سهمية إقامة الاحتفالات الوطنية بشكل دائم على مر السنين بغية تعزيز الروح الوطنية لدى الجميع قال البرجس في تصريح بمناسبة إقامة الهيئة احتفالا خاصا بمناسبة العيد الوطني أن الأيام الوطنية تفتح المجال لتجديد العهد بتكريس كل الجهود والقدرات وتعزيز مسيرة الوطن الحقيقة العامة والقصة الحقيقة في هذه الأمسية الجميلة تقوم بتنظيم مناسبة وطنية جميلة وهي ذكرى الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير برعاية المشمولين بالرعاية مجلس إدارة الهيئة وعلى رأسها المستشار الدكتور فهد العفاسي وكافة أعضاء مجلس إدارة الحقيقة يقومون بدعم كافة الأنشطة والتي تصب في النهاية لمصحة المشمولين برعاية وحقيقة كنا في قبل خمسة أيام كنا في مناسبة عزيزة أخرى كانت تكريم أبنائنا القصة المتفوقين والذين يقارب أكثر من ستتمية متفوق قامت الهيئة بتكريمهم أسبوع الماضي وأيضا كان حفل المتفوقين وحفل الموظف المثالي وحفل المتقاعدين كذلك تتجه الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة المقبلة نحو تطبيق الكثير من الأمور التي من شأنها تحسين أدائها منها ربط الأعمال الإضافية والممتازة بنسب الإنجاز جاء ذلك في تصريح لمدير الهيئة عبد الكريم تقي خلال احتفالية هيئة الصناعة الخاصة بالأعياد الوطنية وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إنجازات اقتصادية كبيرة مؤكدا الاستمرار في العطاء في وايد كثير من الأمور التنظيمية التي تحسن الأداء المؤسسي في المرحلة القادمة منها ربط الأعمال نفسها الإضافية والأعمال المتازة بنسب الإنجاز للأعمال وهذا يحفز حقيقة ويخلق جو منافسة في المرحلة القادمة لكل مجتهد النصيب مثل ما يقولون وهذا اللي رح نأسس عليه العمل المؤسسي مع أنه إحنا شايفين التمييز اللي موجود عن الموظفين ولكن إحنا الطماعي نطلب منهم الأكثر حق البلد وهذا حق البلد عليهم إن شاء الله تمييزها في ثلاث أشياء حقيقة أول شيء أن هذه مؤسسة عنوانها الأساسي يعكس الصفة الاقتصادية عليها مطلوبها أنها تثري الاقتصاد فطبيعة الموظفين الفنيين والاقتصاديين هو اللي نجتهد فيها ثاني مسألة هذه المؤسسة لها علاقة مع أغلب مؤسسات الدولة فعندنا خبرة أيضا عن باقي المؤسسات بكيفية عملها فبدأنا نتناغم إحنا معاها بكيفية تحسين المستوى الخدمة اللي لازم تقدم حق القطاع الصناعي أخيرا وبعد جهود كبيرة تم افتتاح حديقة صباح السالم بعد إعادة تأهيلها فيما أشاد المشاركون بحفل الافتتاح بأهميتها كمتنفس للأهالي وتتزامن هذه المناسبة مع تنظيم احتفالات شعبية في المنطقة بمناسبة العياد الوطنية للبلاد أخوكم فاد العازمي رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية نهني أهالي المنطقة على افتتاح الحديقة اللي ظلت أكثر من عشر سنوات وهي مغلقة والشكر الأول حق الشيخ محمد اليوسف رئيس هيئة الزراعة على تسهيل كل العقبات أمام تأهيل الحديقة والشكر الثاني موصول أيضا للمحافظ محمود بوشهري على التعاون معانا والشكر الثالث والختام لأخونا بسعد المختار بسعد الهاجري ما قصر على وقف تويانه هذا تمثل نقل نوعي لأنه المتنفس الوحيد لهذه المنطقة المنطقة في 13 قطعة ما فيه متنفس واحد إلا هذه الحديقة أخوكم فلاح فهد العتيبي رئيس الجنس الشؤولة الدارية والمالية نبارك لأهالي منطقة الصباح السالم على إعادة تأهيل الحديقة لروادها سألنا الله عز وجل التوفيق للجمع نظم مركز العمل التطوعي وفريق نهتم التطوعي حفلا لتكريم المتطوعين في حملة رمضان أمان الثامنة ذلك تحت رعاية مبرة عبد الرزاق الصانع الخيرية وحضور الشيخ أمثار الأحمد وقد أكد القائمون على الحملة أن ما جبل عليها أهل الكويت من تكاتف وحب للعمل التطوعي ظهر جليا خلال فترة تنفيذ الحملة ونستذكر ما أثر أهل الكويت في تكاتفهم بأن حملة رمضان أمان ما هي إلا نتاج ما جبل عليه أهل الكويت من تكاتف وتطوع ظهر جليا أثناء تنفيذ الحملة من خلال توحيد صفوف الفرق التطوعية بإدارة فريق نهتم التطوعي لتنفيذ حملة رمضان أمان على مدى سنوات متتالية لقد كانت حملة رمضان أمان التي أثبتت بدأ فعاليتها وثباتها على مدى ثلاث سنوات من الإنجازات التي نفتخر بها بالكويت عامة والوسط التطوعي خاصة وقد كان لمركز العمل التطوعي متمثلا في فريق نهتم التطوعي الدور البارز في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة وقد لامسنا نتائجها من تقليل لعدد الحوادث والالتزام بالسلامة المرورية العامة في لحظات ما قبل الإفطار النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل خام الكويت يقترب مجددا من حاجز الستين أهلا بكم ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 56 سنة ليبلغ 59 دولار و4 سنتات في تداولات يوم أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية خفضت أسعار النفط نحو 1% إذ تتعرض لضقوط بفعل تنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الوقت الذي يزداد فيه انتشار وباء فيروس كورونا المستجد خارج الصين النشرة الرياضية بعد الفاصل جولدن ون للألعاب لأحمد الظفيري أهلا بكم تحت شعار صباح الحكمة بالتعاون مع مدرسة تأهلية تربية الفكرية نظم قطع الرياضة للجميع ماراثون الهيئة العامة للرياضة السادس لدول احتياجات الخاصة في مجمع البوليفارد بالسالمية أشارك في الماراثون أكثر من 400 طالب وطالبة من دول عاقة الذهنية والحركية والسمعية والبصرية ويحرص قطع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة على توفير كافة الإمكانيات لتمكين هذه الشريحة من ممارسة نشاطهم الرياضي وهواياتهم دائما بفضل الله سبحانه وتعالى أن نقيم هذا المهرجان يعتبر المهرجان السادس لذوي الإعاقة مسميناه مهرجان صباح الحكمة وهو ما يدل على حكمة سيدي حضرة صاحب السمو وشايفين الفرحة موجودة عند لدى ذوي الإعاقة وإحنا كل سنة نقيم هذا المهرجان ونرصد لهم الجوائز الغيمة للفوز وهم اليوم يعتبرون كلهم فايزين لفرحتهم هذه ومشاركتهم والهيئة قد وفرت كل السبل الراحة والترفيه والجوائز الغيمة لهم ويسعدنا أيضا أن يكون هناك مشاركة كبيرة بعدد ما يقارب 450 من ذوي الإعاقة ونحن دائما ندمجهم في فعالياتنا وبرامجنا خلال الأيام هذه الحمد لله السنة هذه الفعالية يعني العدد المشاركين وصل رقم غياسي تقريبا بفوق 430 متسابق ومتسابقة وأول مرة يوصل الرقم هذا يعني السنة الماضية كنا بحدود 350 بس نظرا لحب الناس لها الفعالية ولنجاحها بالتعاون بين المجلسة والهيئة والجهات المنظمة ويانة زاد العدد هذا وتشجعوا البدارس على المشاركة فيه كرمت اللجنة المنظمة لجائزة جولدن وان لاعب المنتخب الكويتي ونادي القادسي أحمد الظفيري بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب في شهر يناير وجاء اختيار الظفيري بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال مباريات شهر الماضي وحظي باختيار اللجنة الفنية المشكلة لاختيار الأفضل من كل شهر وتحظى جائزة جولدن وان التي تنظم للسنة الثالية على التوالي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد كل الشكر في البداية لسمو الشيخ ناصر صباح الأحمد على رعايته لهذه الجائزة ويضا نشكر الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد على دعمه لهذه الجائزة والخوان الرياضيين لأمانة جائزة مثل هذه تعطي حافز للعب الكويتي تعطي حافز يقدم أفضل ما عنده الحمد لله الشهر هذا كانت من نصيبي أشكر كل من صوت لأحمد ظفيري أشكر أخواني اللاعبين وقفتهم معي لو لا هم لما وقف أحمد ظفيري هنا أشكر الجمهور التي ستساوي على دعمهم لنا في هذا الموسم تحديدا في المواصف السابقة وبإذن الله العظيم القادم أفضل رسالة شكر الشيخ ناصر صباح الأحمد طبعا على رعايتها الجائزة متمثلة في دعم الشباب وهذا شيء ما هو غريب على سموه يعني الشيخ ناصر اليوم طبعا الشباب الكويتي أمانتنا واللاعب الكويتي كلنا عارفين مهضوم حقه مهضوم كدعم مادي ومعنوي وإعلامي كذلك فمن خلال الجائزة نحاول لأخوان الزام الخير للجنة المنظمة أن نتصل تضوع على اللاعب الكويتي خاصة أننا اليوم في ظل وجود الخمس محترفين أصبح اللاعب الكويتي مهضوم حقه تماما يعني أمانة لا عنده الدعم المادي لا عنده الدعم المعنوي فيمكن الجائزة نوعا ما قاعد تعطي حافظ اللاعب الكويتي أن يشيد حيله اليوم قاعد نشوف الكيف تحمل الضفيري أمانة يعني ما شاء الله تبارك رحون من التألغ دائما خلال المواسم الماضية أصبح اليوم شيء يعني مطالب أن أنت تكرم اللاعب على الأداء اللي قاعد يأديه خلال المواسم الماضي ولأيضا الموسم الحالي إلى هنا وصلنا إلى نهاية النشرة وقبل الختام نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي توب في أمان الله اشتركوا في القناة